مما تشكو؟ أشعر بألم في بطني يأتي ويذهب هل هناك قيء؟ لا إسهال؟ لا الحمد لله ضعم قياس الحرارة هذا تحت لسانك هل تعرضت لبرد أو أكلت طعاما ملوثا؟ نعم كنت جائعا بالأمس فأكلت بمطعم كشري ويبدو أنه كان ملوثا إنك محموم حسنا خذ هذه الأقراص مؤقتا حتى تعمل لي هذه التحاليل ومتى آتي إليك؟ فور أن تحصل على نتيجة التحاليل وهذه الأقراص ما جرعتها؟ قرص واحد بعد الأكل ثلاث مرات يوميا ولا تأكل أكلا دسما في هذه الأيام شكرا جزيلا شفاك الله وعافاك شكرا مما تشكو؟ مما تشكو؟ أشعر بألم في بطني يأتي ويذهب هل هناك قيء؟ هل هناك قيء؟ لا لا إسهال إسهال لا الحمد لله لا 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 الحمد لله ضع مقياس الحرارة هذا تحت لسانك ضع مقياس الحرارة هذا تحت لسانك هل تعرضت لبرد؟ أو أكلت طعاما ملوثا هل تعرضت لبرد؟ أو أكلت طعاما ملوثا نعم كنت جائعا بالأمس فأكلت بمطعم كشري ويبدو أنه كان ملوثا حسنا خذ هذه الأقراص مؤقتا حتى تعمل هذه التحاليل حسنا خذ هذه الأقراص مؤقتا حتى تعمل هذه التحاليل ومتى آتي إليك؟ ومتى آتي إليك؟ فور أن تحصل على نتيجة التحاليل فور أن تحصل على نتيجة التحاليل وهذه الأقراص ما جرعتها؟ قرص واحد بعد الأكل ثلاث مرات يوميا ولا تأكل أكلا دسما في هذه الأيام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شفاك الله وعافاك شفاك الله وعافاك أشعر بألم في بطني يأتي ويذهب هل هناك قيء؟ لا إسهال لا الحمد لله ضعم قياس الحرارة هذا تحت لسانك هل تعرضت لبرد أو أكلت طعاما ملوثا؟ نعم كنت جائعا بالأمس فأكلت بمطعم كشري ويبدو أنه كان ملوثا إنك محموم حسنا خذ هذه الأقراص مؤقتا حتى تعمل لي هذه التحاليل ومتى آتي إليك؟ فور أن تحصل على نتيجة التحاليل وهذه الأقراص ما جرعتها؟ قرص واحد بعد الأكل ثلاث مرات يوميا ولا تأكل أكلا دسما في هذه الأيام شكرا جزيلا شفاك الله وعافاك سعينة أريد من فضلك أن أرسل هذا الطرد إلى إنجلترا إنجلترا أم بريطانيا؟ وهل هناك فرق؟ لا إني أمزح معك إنجلترا هي هي بريطانيا بالبريد العادي أم المستعجل؟ المستعجل أريده أن يصل بأقصى سرعة حسنا وزن الطرد ستمائة وخمسون جراما إلى بريطانيا بالبريد المستعجل السعر مئة وعشرون جنيها تفضلي مئتي جنيه وأريد الباقي إذا سمحت تفضل واملأ هذا النموذج أكتب عنوان المرسل والمرسل إليه بوضوح وأعطني تحقيق شخصيتك من فضلك كم يستغرق من الوقت لوصوله إلى المرسل إليه؟ يصل بعد غد إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا أريد من فضلك أن أرسل هذا الطرد إلى إنجلترا إنجلترا أم بريطانيا؟ وهل هناك فرق؟ لا، إني أمزح معك إنجلترا هي هي بريطانيا بالبريد العادي أم المستعجل؟ المستعجل أريده أن يصل بأقصى سرعة حسنا، وزن الطرد ستمائة وخمسون جراما حسنا، وزن الطرد ستمائة وخمسون جراما إلى بريطانيا بالبريد المستعجل إلى بريطانيا بالبريد المستعجل السعر مئة وعشرون جنيها تفضلي مئتي جنيها وأريد الباقي إذا سمحت تفضل واملأ هذا النموذج أكتب عنوان المرسل أكتب عنوان المرسل والمرسل إليه بوضوح وأعطني تحقيق شخصيتك من فضلك كم يستغرق من الوقت لوصوله للمرسل إليه يصل بعد غد إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا أريد من فضلك أن أرسل هذا الطرد إلى إنجلترا إنجلترا أم بريطانيا؟ وهل هناك فرق؟ لا إني أمزح معك إنجلترا هي هي بريطانيا بالبريد العادي أم المستعجل؟ المستعجل أريده أن يصل بأقصى سرعة حسنا وزن الطرد ست مئة وخمسون جراما إلى بريطانيا بالبريد المستعجل السعر مئة وعشرون جنيها تفضلي مئتي جنيه وأريد الباقي إذا سمحت تفضل واملأ هذا النموذج أكتب عنوان المرسل والمرسل إليه بوضوح وأعطني تحقيق شخصيتك من فضلك كم يستغرق من الوقت لوصوله إلى المرسل إليه؟ يصل بعد غد إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا السلام عليكم وعليكم السلام أنا خديجة هل يمكن أن أتحدث مع نوال من فضلك؟ حسنا انتظر لحظة نوال إنه لك السلام عليكم وعليكم السلام نوال أنا خديجة كيف أنت يا خديجة؟ بخير شكرا لك هل ستأتين معي إلى حفل أوائل الخريجين هذا المتاء؟ نعم نعم طبعا هل ستمرين علي قبله لتأخذيني إلى الجامعة؟ نعم سأمر عليك في الرابعة والنصف اتفقنا شكرا مع السلام 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 عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أنا خديجة هل يمكن أن أتحدث مع نوال من فضلك؟ هل يمكن أن أتحدث مع نوال من فضلك؟ حسناً انتظري لحظة نوال إنه لك السلام عليكم وعليكم السلام نوال أنا خديجة كيف أنت يا خديجة؟ بخير شكراً لك هل ستأتين معي إلى حفل أوائل الخريجين هذا المساء؟ نعم نعم طبعاً هل ستمرين علي قبله لتأخذيني إلى الجامعة؟ هل ستمرين علي قبله لتأخذيني إلى الجامعة؟ نعم سأمر عليك في الرابعة والنصر اتفقنا اتفقنا شكراً مع السلامة شكراً مع السلامة مع السلامة اليوم سأشرح لكم درساً جديداً ولكن لي سؤالاً حول الدرس الماضي؟ ألم نتفق على أن تكون الأسئلة في آخر الدرس؟ بلى ولكني استحييت وخشيت أن يكون سؤالي تافهاً لا لا يوجد سؤال تافه أجل علمت بذلك حين تحدثت مع أبي أمس اكتبوا في الدفتر عبارة اليوم نصف العلم السؤال هل يمكن أن تعيد الجملة ببطء مرة أخرى؟ نصف العلم السؤال لم أفهم ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن السؤال جزء مهم جداً في التعلم شكراً جزيلاً اليوم سأشرح لكم درساً جديداً ولكن لي سؤالاً حول الدرس الماضي؟ ولكن لي سؤالاً حول الدرس الماضي؟ ألم نتفق على أن تكون الأسئلة في آخر الدرس؟ ألم نتفق على أن تكون الأسئلة في آخر الدرس؟ بلا، ولكن استحييت وخشيت أن يكون سؤالي تافهاً لا، لا يوجد سؤال تافه أجل، علمت بذلك حين تحدست مع أبي أمس أكتبوا في الدفتر عبارة اليوم أكتبوا في الدفتر عبارة اليوم نصف العلم السؤال نصف العلم السؤال هل يمكن أن تعيد الجملة ببطء مرة أخرى؟ هل يمكن أن تعيد الجملة مرة أخرى؟ نصف العلم السؤال نصف العلم السؤال لم أفهم ما معنى هذه الجملة لم أفهم ما معنى هذه الجملة معناها أن السؤال جزء مهم جدا في التعلم شكرا جزيلا شكرا جزيلا من فضلك، يوجد حجز باسم أحمد إبراهيم دعيني أنظر نعم، أستاذ أحمد إبراهيم ثلاث ليالي، غرفة مزدوجة لفردين هذا صحيح، ولكن يوجد معنا طفل صغير كم عمره؟ عمره خمس سنوات إذن ستحتاجون إلى سرير إضافي نعم، طبعا شكرا لك نريد غرفة تطل على البحر من فضلك كل غرف الفندق تطل على البحر ممكن الأوراق لأكمل إجراءات الحجز وما الأوراق المطلوبة؟ تحقيق شخصية لك وللأستاذ وعقد الزواج وألف جنيه دفعة مقدمة تفضل تفضل المفتاح غرفة مئة وأربعة شاكر، خد الحقائب ووصلهم إلى غرفة مئة وأربعة شكرا جزيلا إقامة طيبة من فضلك من فضلك من فضلك يوجد حجز باسم أحمد إبراهيم يوجد حجز باسم أحمد إبراهيم دعيني أنظر دعيني أنظر دعيني أنظر نعم، الأستاذ أحمد إبراهيم ثلاث ليالٍ غرفة مزدوجة لفردين هذا صحيح ولكن يوجد معنا طفل صغير هذا صحيح ولكن يوجد معنا طفل صغير كم عمره؟ كم عمره؟ عمره خمس سنوات عمره خمس سنوات إذن ستحتاجون إلى سرير إضافي إذن ستحتاجون إلى سرير إضافي نعم، طبعا شكرا لك نعم، طبعا شكرا لك نريد غرفة تطل على البحر من فضلك نريد غرفة تطل على البحر من فضلك كل غرف الفندق تطل على البحر ممكن الأوراق لأكمل إجراءات الحجز وما الأوراق المطلوبة؟ تحقيق شخصية لك وللأستاذ تحقيق شخصية لك وللأستاذ وعقد الزواج وألف جنيهم دفعة مقدمة تفضل 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 المفتاح غرفة مئة وأربعة تفضلي المفتاح غرفة مئة وأربعة شاكر خذ الحقائب ووصلهم إلى غرفة مئة وأربعة شاكر خذ الحقائب ووصلهم إلى غرفة مئة وأربعة شكرا جزيلا إقامة طيبة من فضلك يوجد حجز باسم أحمد إبراهيم دعيني أنظر نعم أستاذ أحمد إبراهيم ثلاث ليالي غرفة مزدوجة لفردين هذا صحيح ولكن يوجد معنا طفل صغير كم عمره؟ عمره خمس سنوات إذن ستحتاجون إلى سرير إضافي نعم طبعا شكرا لك نريد غرفة تطل على البحر من فضلك كل غرف الفندق تطل على البحر ممكن الأوراق لأكمل إجراءات الحجز وما الأوراق المطلوبة تحقيق شخصية لك وللأستاذ وعقد الزواج وألف جنيه دفعة مقدمة لا تفضل تفضل المفتاح غرفة مئة وأربعة شاكر خد الحقائب ووصلهم إلى غرفة مئة وأربعة شكرا جزيلا إقامة طيبة من فضلك تفضلي سيدتي بما تأمرين؟ قائمة المأكولات من فضلك ها هي تفضلي حسنا أريد وجبة الدجاج هذه مع الأرز والبطاطس المحمرة هل تريدين أي صلطة؟ نعم صلطة طحينة وصلطة خضراء والحلوة؟ لا لا أريد حلوة شكرا والمشروبات؟ أرغب في فنجان قهوة تركية وزجاجة ماء معدني أي طلبات أخرى؟ نعم أريد الوجبة حارة والقهوة مضبوطة حسنا ستأتيك الطلبات فورا أرجو ذلك فأنا أتدور جوعا من فضلك من فضلك تفضلي سيدتي بما تأمرين؟ تفضلي سيدتي بما تأمرين؟ قائمة المأكولات من فضلك ها هي تفضلي ها هي تفضلي حسنا أريد وجبة الدجاج هذه حسنا أريد وجبة الدجاج هذه مع الأرز والبطاطس المحمرة هل تريدين أي سلطة؟ هل تريدين أي سلطة؟ نعم سلطة طحينة وسلطة خضراء والحلوة لا، لا أريد حلوة شكرا لا، لا أريد حلوة شكرا والمشروبات أرغب في فنجان قهوة تركية وزجاجة ماء معدني أي طلبات أخرى؟ نعم أريد الوجبة حارة والقهوة مضبوطة حسنا ستأتيك الطلبات فورا أرجو ذلك فأنا أتضور جوعا من فضلك تفضلي سيدتي بما تأمرين؟ قائمة المأكولات من فضلك ها هي تفضلي حسنا أريد وجبة الدجاج هذه مع الأرز والبطاطس المحمرة هل تريدين أي سلطة؟ نعم سلطة طحينة وصلطة خضراء والحلوة لا، لا أريد حلوة شكرا والمشروبات أرغب في فنجان قهوة تركية وزجاجة ماء معدني أي طلبات أخرى؟ نعم أريد الوجبة حارة والقهوة مضبوطة حسنا ستأتيك الطلبات فورا أرجو ذلك فأنا أتضور جوعا ترجمة نانسي قنقر